في آخر فصول التحركات الدولية للحد من تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط حكومتا إيطاليا وملطا يدعوان الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية دائمة مسؤولة عن قضايا الهجرة وزير خارجيتي الدولتين أبدأ في بيان مشترك استعدادهما لتعاون في مجال الهجرة وطالبا بإدراج هذه القضية في جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الخارجية الأوروبيين في بريكسل دعوة تأتي بعد تزايد وطيرة عبور المهاجرين إلى الضفة الأوروبية المتوسطية في الآونة الأخيرة ففي وقت سابق وبعد مباحثات مع المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية أعلنت حكومة مالطا موافقتها على رسو سفينة آلان كوردي التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية والتي تحمل على متنها 65 مهاجرا بعدما رفضت إيطاليا استقبالهم ودخول السفينة مياهها الإقليمية وأكدت السلطات المالطية أنه سيجري نقل المهاجرين بشكل فوري إلى دول أوروبية مختلفة سفينة آلان كوردي لم تتمكن من الرسو في جزيرة لامبيدوسا بعد منع وزير الداخلية الإيطالية إنزال مهاجرين فيها متوعدا بفرض غرامات تقدر بـ 50 ألف يورو على القبطان ومالك السفينة في حال دخولها بلا تصريح إلى المياه الإيطالية رغم مخاطر ركوب الموج ووحشية المهربين فإن مراكب المهاجرين لم تتوقف للحظة عن القدوم إلى أوروبا لا سيما مع استقرار الأحوال الجوية في ظل تعنت الدول المستقبلة لوفود المهاجرين في فتح مسارات هجرة أكثر أمنا ترجمة نانسي قنقر